بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا هتاديا لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أحبابت اليوم أيها الأحبة أن أحدثكم عن قضية هي عمود نظرية التطور نظرية التطور قامت على أساس كبير جدا لا زال حتى الآن معتمد في كل أبحاث التطور فإذا ما استطعنا هدم هذا العمود ستهدم وتسقط كل النظرية وهو ما يسمى بالتأقلم التأقلم مع البيئة نظرية التطور قامت أساسا على فكرة أو فرضية أن الكائنات تتأقلم مع البيئة تدريجيا وعبر ملايين السنين وتغير تركيبها الخارجي والداخلي وبالتالي تنشأ كائنات جديدة وتنشأ أجناس جديدة ومخلوقات جديدة باستمرار وهذا هو أساس نظرية التطور أنا الآن يعني تأملت ما يسمى بعلم الروبوتات هذه الروبوتات التي يصنعها العلماء اليوم يعني تجد إنسان آلي يقوم بمهام معينة لاحظت شيء مهم أيها الأحبة أن هذا الروبوت غير قابل أن يتطور إلا إذا وضعت في داخله معلومات تجعله يتطور بعد فترة سأوضح الأمر أيها الأحبة لأننا حقيقة يعني إذا فهمنا هذه النقطة على رغم بساطتها إذا فهمناها جيدا سنلغي كل شيء اسمه نظرية التطور ستنتهي تماما نظرية التطور أيها الأحبة تقول إن الكائنات تنشأ من خلية واحدة طبعا من الذي خلق الخلية لا يعلمون ليس موضوعنا هذا ولكن هذه الخلية تتطور إلى كائن متعدد الخلايا عبر ملايين السنين طبعا وهذه الكائنات متعددة الخلايا تشكل كائنات أكبر وهكذا وصولا إلى النبات فالحشرات النباتات الأسماك الديناصورات إلى أخيره وصولا للقروض للإنسان يقولون إن هذه المخلوقات لديها قدرة على التطور بشكل طبيعي بشكل أوتوماتيكي هذا هو نظام الطبيعة أنه يقوم بتطوير هذه الكائنات لتتحول من صورة إلى صورة أو من كائن إلى آخر أو من جنس إلى آخر طيب هذا الروبوت حقيقة كيف يعمل يعمل من خلال برنامج كمبيوتر فيه برنامج كمبيوتر أيها الأحبة هذا البرنامج يسير هذا الروبوت هناك روبوتات تم اختراعها حديثا يقولون لديها القابلية على التعلم تستطيع أن تتعلم من أخطائها ولكن قابلية التعلم هذه أيضا تحتاج لبرنامج موجود في داخل الكمبيوتر يعني أنا لدي روبوت موبايل موبايل لنضرب مثال يعني أوضح لأن هذا يعتبر روبوت فيه ذكاء الصناعي وفيه برامج وفيه شفرات إلى آخرين هذا الموبايل أيها الأحبة إذا تركناه مئة سنة سيعمل بنفس الطريقة لن يتطور لماذا؟ لأن البرنامج ثابت لذلك نجد أن البرامج مثل مثلا بعض التطبيقات مثل واتس أب وغيرهم كل فترة يجبرك على تحديثه نقول لك update ما معنى update ما معنى هذه الكلمة تحديث معناها أنه سيدخل شفرة إضافية أو معلومة إضافية لإضافة ميزة جديدة وإلا إذا لم تقم بهذا التحديث سيبقى هذا التطبيق يعمل إلى الأبد كما هو لن يتطور من تلقاء نفسه تمام أيها الأحبة تمام المعلومات الموجودة في الخلية الأولى التي هي يعني يظن العلماء أنها خلقت قبل ثلاث ونصف مليار سنة منهم من يقول أربع مليار وجدت ونشأت على الأرض قبل ثلاثة ونصف مليار سنة الخلايا الزرقاء الصغيرة هذه وهي أقدم خلايا موجودة على الأرض وتعيش في المياه الضحلة بخاصة في مناطق قريبة من أستراليا طيب هذه هذه الخلايا إذا أرادت هذه الخلية أن تتطور إلى كائن متعدد الخلايا كيف تتطور من خلال الشفرة الوراثية الموجودة في شريط الـ DNA شريط الـ DNA هذا فيه ما يسمى بالمعلومات هذه المعلومات هي التي تنظم حياة الخلية وتنظم طريقة تكاثرها وطريقة تفاعلها مع البيئة إلى آخره تنظم حياتها فيجب أن تكون المعلومة موجودة يعني أنت لديك أمرين إما أن تأتي بالمعلومة من الخارج لتطوير هذه الخلية أو تكون المعلومة موجودة في داخلها مسبقا إذن انتبهوا أيها الأحبة لدينا طريقة إما أن تكون المعلومة مخزنة في داخل البرنامج أو تأتي من خارج البرنامج لا ثالثة لهما في حالة الخلية الأولى التي وجدت على الأرض كما قلنا قبل 3.5 مليار سنة هل المعلومات موجودة في داخلها أصلا أم جاءت من الخارج طبعا أنا هنا لا أريد أن أناقش أصلا المعلومات من أين جاءت معلومات الموجودة في الخلية هذه التي تنظم عمل الخلية وطريقة تكاثرها وحياتها وتفاعلها مع البيئة المحيطة لا أريد أن أقول من أين جاءت ولكن لنعتبر أنها وجدت بالمصادفة لا مشكلة طب هل المعلومة المسؤولة عن تطوير هذه الخلايا تأتي من الخارج أم من الداخل هذا هو السؤال إذا قلت أنها تأتي من الداخل موجودة في داخل الخلايا سأقول لك هناك خلايا عمرها 3.5 مليار سنة الآن لم تتطور موجودة لماذا لم تتطور عبر 3500 مليون سنة طيب لو قلت أن المعلومات تأتي من الخارج إذن هذا اعتراف بوجود الخالق وجود مصدر خارجي وهو الخالق سبحانه وتعالى وإلا الخارج أين هو الخارج من أين تأتي المعلومة المعلومة التي تدخل إلى الخلية وكيف تأتي هذه المعلومة ومن الذي يدخلها وكيف يتم التعديل على هذه الجينات ستقول إن لذلك يقولون عمليات التكاثر مليارات المرات يحدث فيها ما يسمى بالميوتاشنز أو الطفرات تحدث هذه الطفرات أو التغيرات الطفيفة كل جيل هناك تغير في في جين معين في معلومة معينة داخل هذه الشفرة الوراثية تتراكم هذه المعلومات فتؤدي إلى كائن جديد طبعا هذا الكلام كلام عبثي أيها الأحبة لماذا كلام عبثي لأن الأخطاء الإملائية مثلا لا يمكن أن تشكل لك كتاب في الطب مهما ارتكبت من أخطاء يعني لو جئنا مثلا بشخص يكتب كلمات بشكل عشوائي لو جلس مليار سنة وهو يكتب لا يمكن أن ينتج كتابا في علوم الذرة أو كتاب في الطب أو كتاب في الهندسة حتى ولو كرر مليارات المرات لماذا؟ لأن نظرية الاحتمالات تقول لنا أنك إذا أردت أن تركب صفحة واحدة بكلمات معينة بالمصادفة ستحتاج إلى أكثر من عمر الكون القضية صعبة جدا 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 أيها الأحبة لأن الاحتمالات كثيرة جدا وهذا ليس مجالي الآن المعلومات إذا قلت أنها تأتي بفعل ما يسمى بالطفرات فمعنى ذلك أن هذه المعلومات دائما تأتي منظمة والطفرات تكون عشوائية إذن أنت تناقض الواقع الشيء الثاني الكائن الذي يتأقلم مع بيئته ما معنى يتأقلم؟ يعني هناك تغيرات في مواصفات هذا الكائن تحدث باستمرار ليتأقلم هذه التغيرات إذا لم تكن المعلومات الخاصة بها مخزنة داخل البرنامج المخلوق هذا المخلوق كل مخلوق له برنامج داخل الشريط الوراث فإذا قلت إن هذه المعلومات تأتي نتيجة التكاثر أيضا ستحتاج إلى مصدر خارجي لا يمكن أن تأتي هذه المعلومات نتيجة تكاثر عشوائي ولا يوجد دليل على ذلك أصلا لم يقم أحد بتجربة يثبت ذلك ولم يتمكن أحد من إثبات ذلك لا ماديا ولا حتى نظريا كيف سيثبت تصميم الإنسان مثلا هذا التصميم المعقد كيف جاء أين جاء لنفرض أن هذا المخلوق الإنسان كان بالأساس خلية واحدة عبر ثلاث ونصف مليار سنة أنتجت هذه الخلية إنسانا المعلومات التي ستأتي عبر ثلاث ونصف مليار سنة لتطور هذه الخلية من شكل إلى آخر إلى آخر إلى آخر كذا وصولا للإنسان طيب هذه المعلومات من أين جاءت إما أن نقول موجودة في الخلية الأولى وهذا غير صحيح الخلية الأولى لا يوجد فيها كل هذا الكم الهائل من المعلومات سعة برنامج الخلية الأولى هي بسيطة جدا لا تقارن مع البرامج الموجودة في الإنسان الشيء الثاني الإنسان أيها الأحبة عندما يكون نطفة ملقحة أو بويضة ملقحة في بطن أمه إن يكون لدينا خلية مؤنثة وخلية مذكرة تشكلان النطفة الأمشاج أو الزايكوت أو الخلية الملقحة التي تتكاثر لتشكل مجموعة خلايا تتعلق بجدار الرحم لذلك تسمى العلقة منها يخلق الإنسان من هذه العلقة طيب هذه الكتلة من الخلايا بعد فترة ستبدأ بالتكاثر وتنفصل عن بعضها هناك خلايا ستشكل العين تختلف تماما عن خلية الدم يعني الخلايا الضوئية هنا الحساسة للضوء مختلفة تماما عن الخلية العصبية في الدماغ مختلفة عن خلية الدم مختلفة عن خلية الجلد مختلفة عن خلية الشعر مختلفة عن خلية البنكرياس طيب هذه المعلومات من أين تأتي هي غير موجودة في النطفة النطفة والبويضة لا يمكن أن تحوي هذا الكم الهائل من المعلومات لأن عدد المعلومات محدود فيها أيها الأحبة حجمها محدود فلا يمكن أن تتضمن كل هذا الكم الهائل من المعلومات لذلك العلماء دائما عندما أقرأ يقولون أن خلق الإنسان هم لا يستخدمون كلمة خلق طبعا يقولون تطور الإنسان في بطن أمه من معجزات الطبيعة من عجائب الطبيعة من أغرب ما نراه في الطبيعة لماذا يردون هذا الشيء للطبيعة لأنهم لو قالوا خلق الإنسان لا اعترفوا بالخالق سبحانه وتعالى وهم يتجنبون هذا الأمر يتجنبون الحديث عن الصانع يتحدثون عن المصنوع فقط وهذا أيضا خلل في نظرية التطور أنك تتحدث عن شيء مصنوع عن موبايل دون أن تتحدث عن الشركة التي صنعت هذا الموبايل تتجاهل الصانع وتبدأ تبحث في المصنوع لذلك نظرية التطور ناقصة لأنك أهملت الروح أهملت الخالق أهملت المعلومات التي تأتي باستمرار لهذه الكائنات لتتطور أو لتحدث نفسها أو لتتأقلم مع البيئة هناك معلومات تأتي من الخارج وليس من الداخل من الله عز وجل لذلك عندما يتحدث القرآن عن خلق الإنسان يقول تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق إذن هناك عمليات خلق متعددة عمليات الخلق المتعددة هي عمليات إقحام هذه المعلومات أو الشفرات الوراثية باستمرار داخل هذه الخلايا لتتمكن من صنع الكبد والبنكرياس والدماغ والعين والأنف والكذا وإلا من الذي يخبر الجنين أنه في لحظة معينة يجب أن يبدأ بتصنيع الهيكل العظمي في لحظة معينة يجب أن يبدأ القلب بالنبض من الذي يخبره في لحظة معينة يبدأ الدماغ ببث الموجات الكهراطيسية وهي الليلة الثانية والأربعين من عمر الجنين أيها الأحبة في الليلة الثانية والأربعون أو الليلة الثانية والأربعين يبدأ الدماغ دماغ الجنين طبعا ويكون طوله بحدود سنتيمتر ربما أقل يبدأ دماغه ببث موجات كهراطيسية لا تتوقف إلا بعد الموت تبدأ منذ اليوم الثاني والأربعين وتستمر معه حتى الموت لذلك العلماء اعتبروها دليلا على وجود الروح اعتبروا هذا الأمر دليلا على وجود الروح هذه اللحظة من الذي يحددها لحظة بث الموجات الكهراطيسية اعطاء الأمر للدماغ ببث هذا نوع من أنواع الخلق خلقا من بعد خلق معلومات تأتي من خارج الرحم وليس من داخله يجب أن نكون منطقيين أيها الأحبة وليسنا عشوائيين الجنين يتطور والصور وكذا وانتهى الأمر لا يجب أن نعلم كيف يتطور من أين تأتي المعلومات عملية التطور لا يمكن أن تحدث إلا بمعلومات تماما مثل هذا الجهاز لا يمكن أن يتم تحديثه إلا بمعلومة تأتي من الخارج لتتم عملية التطور أو التحديث أو التغيير أو إضافة ميزة جديدة فمثلا نحن نعلم أن الكائنات كانت تتكاثر بالبيض وحدثت قفزة وهي خلق الأرحام للكائنات الرحم الذي يتم تصنيع الجنين داخل الرحم أو آلية الولادة لدى الكائنات هذه آلية مبتكرة عند خلق الخلية الأولى قبل 3.5 مليار سنة هذه المعلومة غير موجودة أصلا لا موجودة في الخلية ذاتها ولا موجودة على الأرض بعد مليارات السنين حدثت قفزة في عالم المخلوقات جعلت الكائنات تتكاثر بالولادة بدلا من البيض طيب هذا الرحم من تصميم الرحم من أين جاء طبعا تريد أن تقول لي مئة مليون سنة من التطور كافية من الطفرات العشوائية خلال مئة مليون سنة أن تنتج لي رحم وهذا الرحم بمواصفات معينة وبحيث أن هذه النطفة تدخل وتلقح البويضة وتشكل الزايقوت وتلتصق بالرحم بطريقة معينة وتبدأ بالتغذي ثم تخلق المشيمة والسائل الذي يحيط بالجنين ليتغذى وتخلق فيه أيضا المعلومات التي تجعله يأخذ الغذاء ويطرد السموم ويطرد الفضلات ويعني كل هذه المعلومات تقول لي تأتي هكذا عشوائيا من أين جاءت هذا هو معنى قوله تعالى خلقا من بعد خلق إذن موضوع التأقلم الذي يتحدث أكذوبة التأقلم التي يتحدث عنها علماء التطور تنهار تماما إذا فكرنا بهذه الطريقة برامج التي يبثونها عبر بي بي سي وهذه المواقع وناشنال جيوغرافيك ويقول لك إن الطبيعة تذهلنا إن الطبيعة طورت هذا الكائن هذا الكلام لا معنى له أيها الأحبة لأنهم هم لا يعرفون من هي الطبيعة الطبيعة هي شيء وهمي كلمة تستخدم بشكل وهمي لأنه ليس لها وجود كلمة طبيعة غير موجودة الطبيعة هي هي الكائنات ذاتها هي الغلاف الجوي هي الأرض هي الكون هذه الطبيعة الكون هو الطبيعة النجوم والمجرات هذه هي الطبيعة تعتبر طبيعة هذه يعني الطبيعة مخلوقة إذن ليست خالقة مخلوقة والمخلوق لا يستطيع أن يخلق لذلك أيها الأحبة يعني أكذوبة التأقلم روج لها داروين قبل يعني مئة وستين مئة وسبعين سنة تقريبا يعني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر روج لهذه الأكذوبة واعتبر أن الكائنات لديها القدرة على التطور ولكن في عصره لم يكن هناك علم الجينات غير معروف وموضوع المعلومات غير معروف والبرمجة غير معروفة لذلك هو سوق هذه المعلومة وبقيت حتى الآن أما اليوم نحن نستطيع أن نفكر أن أي تطور لا بد أن يكون مترافق بمعلومة أن المعلومة هي المسؤولة عن تطوير هذا الشيء يعني هذا الروبوت الذي صنعوه مؤخرا صنعوا روبوتات كثيرة منها ما يعمل خدمات في المنزل يعمل خدمات في المطعم منها ما يتحدث من يتحدث كذا ولكن كل هذه الروبوتات هي تعمل وفق برنامج محدد لا تستطيع أن تتطور من دون أن تدخل لها معلومات يعني أنت اليوم تستطيع أن تأتي بروبوت تستطيع أن تأتي بجهاز مثلا لابتوب عليه ويندوز سبعة تقوم بحذف هذا البرنامج وتضع برنامج ويندوز عشرة مثلا النسخة كذا ثم تحذفها تضع نسخة أحدث هذه العملية لا يمكن القيام بها إلا من خلال أن تدخل معلومة من الخارج يعني لو كان هناك إمكانية لدى البشر أصلا نحن البشر عاجزون عن اختراع برنامج يعمل للأبد يطور نفسه لا يمكن لأن العالم يتطور وتحتاج إلى إدخال معلومات من الخارج إلى عمليات تحديث تتم من خارج هذا الجهاز فالكائنات تعمل بنفس الطريقة تحتاج إلى عمليات خلق لذلك نجد القرآن دقيق جدا أيها الأحبة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق إذن هناك عملية والخلق يتم من خلال المعلومات من أين علمنا ذلك قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن فيكون هذه معلومة كن فيكون معلومة ما الفرق بين هذا الموبايل وبين الرمل مثلا ما هذا إذا حللناه إذا فكناه هذا سنجده عبارة عن كومة رمل بالنتيجة يعني حتى الإنسان إذا حللناه لعناصر سنجده كومة تراب ممزوجة بالماء فقط لأن العناصر الموجودة في التراب أيها الأحبة هي عناصر الطبيعة ذاتها المئة عنصر التي خلق منها الكون موجودة في التراب أصلا بنسبة مختلفة طبعا حتى الذهب موجود في التراب ولكن بنسبة ضئيلة جدا وموجود حتى في الماء الذي نشربه ولكن بنسبة ضئيلة جدا إنما وجود العناصر موجودة طيب ما الفرق بين هذا الجهاز وبين كومة رمل المعلومات التي فيه المعلومة التي فيه تصميم الشاشة هذا هو معلومة تصميم هذا الحجم معلومة هذه الكاميرا تصميمها عبارة عن معلومة البرنامج الاندرويد هنا الذي يعمل هو معلومة أيضا تطبيق الواتساب هو معلومة إذن أنت الآن تتعامل مع مجموعة من المعلومات لذلك يقال نحن الآن في عصر المعلومات طيب المعلومات التي تشغل الكائنات الحية وهي أعقد بمليارات مرات من الموبايل أي كائن حي مهما كان صغير الخلية الخلية هذه الصغيرة الفيروس هذا الذي يرعب العالم أحيانا فيروس كورونا تركيبه أعقد هذا وآلية عمله أعقد من هذا الموبايل على رغم من أنه مجرد معلومة فإذن أيها الأحبة آلية الخلق تتم من خلال المعلومات كن فيكون سيدنا آدم ماذا كان كان عبارة عن تراب وطين هيكل طيني ولا ولا يستطيع أن يفعل أي شي عندما أقحم الله فيه المعلومات من خلال ما سماه القرآن النفخ بالروح ونفخت فيه من روحي نفخت فيه من روحي أي أن الله وضع نفخ فيه معلومات هي التي تعطيه الشكل وتعطيه نظام العمل وتعطيه هذا هذا الشكل وهذه الآلية لذلك سيدنا المسيح عليه السلام قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني تمثال تمثال طيني فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ما معنى فأنفخ فيه هذه النفخة هي نفخة المعلومات التي يبثها في ذرات الطين فتبدأ هذه الذرات تعمل بطريقة مختلفة ذرات الطين هي ذاتها هي ذاتها الذرة الموجودة في داخلي يعني هنا ذرة ذرة الجلد هذه موجودة هنا ذاتها موجودة في التراب ذرة الكربون وذرة الأكسوجين وذرة الهايدروجين وذرة النايتروجين موجودة هنا في تركيب الجلد هنا هي ذاتها موجودة في التراب ولكن ما الفرق بين هذا الجلد وبين التراب هي المعلومات هنا يوجد معلومات تجعل هذه الذرات تصطف بطريقة معينة وتعمل بطريقة معينة لذلك سيدنا عيسى عليه السلام امتلك هذه القدرة لأنه أصلا نفخ الله فيه من روحه يعني هو النبي الوحيد بعد سيدنا آدم الذي نفخ الله فيه من روحه فنفخنا فيه من روحنا فلذلك كان لديه القدرة على أن ينفخ ويبث هذه المعلومات في هذا الهيكل الطيني الذي ليس له أي قيمة هو عبارة عن ذرات طين فقط عندما يبث هذه المعلومات من خلال النفخ ينفخ فيه معلومات فيتحول إلى طير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله رد العلم لله سبحانه وتعالى لكي لا يقول لك بإذني لكي لا يأتي أحد ويدعي أن المسيح عليه السلام هو خالق لا قال بإذن الله طيب في هذه الحالة إذا أردنا لنظرية التطور أن تكون حقيقة علمية يجب أن يجيب أصحابها على هذا السؤال من أين تأتي المعلومات التشغيلية والتصميمية عبر مليارات السنين باستمرار ظاهرة النوم نشأت قبل ملايين السنين فكرة النوم من أين جاءت هذه معلومة طيب هذا الجلد هذا الجلد هو معلومة لم يكن في الكائنات الأولية ليس لها جلد يعني الخلية الخلايا والكائنات البدائية التي عاشت قبل مليارات السنين لا يوجد لها جلد تركيب الجلد هذا يعتبر اختراع إبداع هذا من الذي جاء به من أين جاءت المعلومات الخاصة به طبعا علماء التطور يقولون لك إن الطبيعة قادرة أن تفعل هذا الشيء قادرة أن تطور قادرة كلام يعني مجرد استهلاك يعني كلام إعلامي ليس له أي قيمة علمية لذلك أيها الأحبة ملخص هذا اللقاء أكذوبت ما يسمى بتأقلم الكائنات مع البيئة وتطور هذه الكائنات طبعا لتغيرات البيئة نقول أثبتوا لنا من أين تأتي المعلومات سواء التصميمية بحيث أننا نجد كل فترة هناك مخلوق يظهر على الأرض له تصميم مختلف يعني تصميم الإنسان يختلف عن تصميم القرد يختلف عن تصميم الفقر يختلف عن تصميم الجمل يختلف عن تصميم الحوت هذه التصميمات الإبداعية التي تأتي باستمرار وهي بالمليارات أين المعلومات الخاصة بها المعلومات التصميمية من أين تأتي؟ هذا واحد اثنين المعلومات التشغيلية يعني آلية عمل الإنسان تختلف عن آلية عمل القرد تختلف عن آلية عمل الفأر تختلف عن آلية عمل النملة الإنسان لديه مثلا قدرة على الكلام هذه أيضا معلومة موجودة الشفرة موجودة هنا تمكن الإنسان من الكلام القرد لا يتكلم ليس لديه هذه المعلومة من أين جاءت هذه المعلومة أيها الأحبة إذا قلت إنها موجودة داخل القروض أثبت لنا ذلك أين هي موجودة وإذا قلت تأتي من الخارج فهذا اعتراف بوجود الخالق سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته